أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد على قناة سيرفي سبورت إذي لازم تشتركوا فيها الآن وفورا عشان تضمنوا أن كل المقاطع توصلكم في الفترة الجاية قصة هذه الجمعة مختلفة شوي خلونا نطلع من كرت القدم وروعة رياضة ممكن ما تكلمنا عنها أبدا بالقناة البيس بوي قصة شخص ولعب وصيب بمرض تسبب بوفاته وتسبب أيضا بشهرة هذا المرض في أمريكا الشمالية كلها نتكلم عن لو جريج أول لاعب في تاريخ البيس بوي الأمريكي بيقدر يلعب 17 موسم على التوالي اللاعب اللي حيويته في الملعب واستدامته وعدم توقفه عن اللعب خلته يفوز بلقب الحصان الحديدي حسب الجمهور وصار هذا لقبه ما بين الناس حمل عدة ألقاب في البيس بوي في أمريكا بالإضافة لعدة أرقام قياسية منها كثير أرقام صامدة حتى اليوم برغم أنه لعب ما بين 23 وال39 من القرن الماضي أول لاعب بيقرر نادي يحذف رقمه بعد ما يعتزل تم في البيس بوي وتم حذف رقم أربع اللي كان يحمله لعب دخل قاعة المشاهير لعب لعب 2130 مباراة مستمرة بدون أي انقطاع لأي مباراة لفريقه وهذا الرقم قياسي صمد من فترته 39 حتى 1995 لكن فجأة لوغيرج اقترب من مدربه وقال له ما بديش أزيد هذا الرقم وقف على 2130 كانت صدمة كان الجميع محبط شو اللي صار فقال له جسمي ما عم بيجاوب معي زي زمان مش عم بشعر أني عم بقدر أعطي الأداء المطلوب مني أعطي فرصة لزميل آخر أفضل مني وهون بدأت التحليلات الطبية ليتبنى أنه لوغيرج مصاب بمرض اسمه انشهر بأكثر من حادثة هذكركم فيها بالأخير لكن هذا المرض اللي هو الـ ALS أو مرض التصلب اللي هو ويحي انشهر المرض كثير في أمريكا الشمالية بعد إصابته فيها والعالم بلش يتسألوا ليش ما له علاج ليش ما عندنا تشخيص كامل عنه وبلقت أبحاث طبية فعلا تصيب بسبب لوغيرج اللي كان بالعب بنيويوركي أنكيز واللي كان محبوب عند كثير ناس فردة الفعل العاطفية ساهمت بلفت الانتباه لهذا المرض هذا المرض للعلم يعني كان مشخص بالقرن التاسع عشر في 1824 لكن شهرته الحقية كانت بإصابة لوغيرج بالمرض ولما صاب المرض هذا اللاعب إجت القصة بلش تصير مهمة وانشهر طبعا المرض وصار عالمي جدا لما أصاب بستيفن هوكينج حتى اليوم يعتبر المرض ويسمى في أمريكا الشمالية بمرض لوغيرج ننتقل نحكي تفاصيل أكتر بقصة هذا اللاعب في يوم عيد ميلاده تحديدا ذهب إلى مستشفى ما يوكلينك بعد ما حس أنه جسمه ما عاد يجاوب وخرج بتقرير طبي في مغلف كانوا أيامها لسه ما يكونوش صارحين الأطباء ويعطوك تنصدم لوحدك فتح الغلاف وكان معناه أنه هذا اللاعب مش هيقدر يكمل مبارسة الرياضة طبعا معروف أنه هذا المرض بيصيب الخلايا العصبية الحركية وبيخلي العضلات الإرادية غير متجاوبة تعقيدات طبية كثيرة مرض ما له علاج حتى يومنا هذا مسأل الله الشفاء للجميع دائما مرض تحسنت سلوب إدارته مع علاج في ناسة تمد بعمره أكتر لكن لوغيريك كان عارف أنه ما هيعيش كثير وقتها لأنه وقتها ما كان في علاج حقيقي وحصل شيء يعني للتاريخ في ملاعب البيس بول حتى يومنا هذا يانكيز جمع الجماهير وخلى يعني زيه إحفل وداع لهذا اللاعب اتكلموا دربه ثم أعطوه الكلام فطبعا اختصر الموضوع بسطر مقطع منه للتاريخ حتى الآن المقطع الأول قال لهم أنتو بتعرفوا حالتي وتسمعوا كثير في الإعلام عن حالتي المقطع الثاني هو اللي أبكى أكثر من ستين ألف متفرج مع بعض قاله ببساطة أنا بشعر أن اليوم أكثر إنسان محظوظ في العالم وكان يقصد أنه شاهد محبة الناس طبعا قليلا كان بمتشغلة مهمة عشان تفهموا شعوره بالحض لوغيريك كان داعب نسميه من هدول اللاعبين اللي ما بحبوا يبعينه اللاعب اللي بيتعب عشان الفريق بس مش مهتم بالنجومية والإعلام وهو قال عن ذلك أنا هاي كان أحسن شي إلي أني ألعب بالظل يعني في الظل بقدر أعبر عن نفسي ما بكون خايف من أخطائي وبقدر أثبت نفسي للفريق بهدوء أنا ليس رجل أضواء لكن في تلك اللحظة الرجل شعر بمحبته شعر بشعور الناس معه عشان هيك وصف نفسه لأنه بعيش قصة أكثر رجل محظوظ في العالم طبعا عدة رياضيين صابهم هذا المرض منهم واشنطن سيزار سانتو في البرازيلي لعب برازيلي توفى بسببه هناك لومباردي الإيطالي وفي مشاهير كثير طبعا حول العالم صابهم في أبحاث كثير في هذا المرض نذكر شغلة مهمة عنه تتذكروا سطل الثلج تحدي سطل الثلج اللي هو اللاعبين يحط سطل الثلج كانت تحدي للتوعية بهذا المرض وجمع تبرعات من أجل الأبحاث لمكافحته فتحدي دلو الثلج أساسه مرض لوجريك اللاعب اللي توفى بعد عامين فقط من معرفته بحالته ورحل للصدفة بنفس تاريخ أول مبارأ له مع اليانكيز قصة من القصص اللي تخلدت بالسينما الأمريكية عاجلا وسريعا بعد سنة فقط من وفاته خرج فيلم اسمه فخر اليانكيز يانكيز برايد وهذا الفيلم كان يعني يشرح قصة هذا الرجل بتفاصيل حياته وبعض الدراما عليه على مواقفه وقراراته وأنه رجل كان رجل شغل رجل يفوز رجل بحب يفوز ورجل بحب فريقه لكن الحصار الحديدي اللي ما توقف أبدا لا بإصابات ولا بأي مشاكل أوقفه مرض كان لوقتها كثير جديد والناس ما بتعرف أصلا أنه موجود لو لا بنوصلنا لنهاية حلقة قصة الجمعة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك وتوتيب وضروري جدا نتابعوني على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى